أبو براهيم من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول أنا قمت بكراء شقة وأدفع الإيجار للمالك شهريا وقمت بتجهيزها وأنوي إعادة كرائها للسواح ويعني بمبلغ أكثر مما اكتريته من المالك هل ما أجنيه من ربح حلال وهل يجب علي أن أخبره المالك أبو براهيم من فرنسا بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت فيما يتعلق بمسألة الاستعجار الشقة وأنت بدأت ترتبها حتى تؤجرها تسأل هل تأجيرك لها حلال أخي الفاضل بارك الله فيك من حيث الأصل نعم من حيث الأصل نعم فيجوز لمن اكترى شيء أن يعني يكريه لآخر ويجني يعني مال من ورائه إلا بشرطين الشرط الأول إذا كان العرف يمنع ذلك بمعنى أن هناك عرف سائد على أن اليد يستأجر شقة أو بيت أو شيء ممنوع أنه يؤجره إلى غيره هذا تلتزم به بارك الله فيك ولا تخالف العرف السائد في البلد الشرط الثاني إذا كان العرف السائد في البلد على أنه يجوز لكن المالك اشترط عليك وقال لك سأؤجرك هذه الشقة بشرط أنك ما تؤجرها لغيرك تلتزم بها لأن المسلم يلتزم بالشروط ولا يقدر ولا يعني يخون ولا يخالف تلتزم بهذه الشروط ما دام أنه اشترط عليك هل هذا موجود عندكم في العرف هناك في فرنسا أن الذي استأجر شقة ممكن يأجرها إذا قلت لي نعم وما اشترط عليك المؤجر ما عليك شيء ولا إلا الحمد إذا قلت لي لا القانون عندكم يمنع فتنتبه ما تفعل هذا الشيء بارك الله فيك شكرا